السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم في قناة المجلة الثقافية في هذا الفيديو سنتحدث عن اختصار للتبديل بين مصنفات الإكسل المفتوحة في حال كنت تعمل على جدول في الإكسل قلت أن تتنقى بين أكثر من ملف مفتوح في الجهاز لمثلا مطابقة أو مقارنة البيانات بذلك بشكل يدوي من خلال النقر على الشريط في الأسفل واختيار الملف الثاني ثم الرجوع للأول بهذا الشكل ثم الرجوع للملف الثاني بهذا الشكل هناك اختصار للتبديل بين المصنفات المفتوحة وهو اختصار CONTROL و TAB CONTROL زائد TAB لو ضغطت على CONTROL و TAB تلاحظ أنه قام بالانتقال بشكل مباشر من مصنف إلى مصنف كما تلاحظ الصفحة الثانية ثم لو ضغطنا على CONTROL و TAB تحول إلى الصفحة الأولى عندما نشأنا مصنف جديد الصفحة الثالثة مثلا لو ضغطنا CONTROL و TAB تذهب إلى المصنف الثاني ثم ضغطنا على CONTROL و TAB ويذهب إلى المصنف الثالث أرجو أن تكونوا قد استفدتم من هذا الفيديو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته